المترجم للقناة وشفاء نحو 800 حالة و 633 إصابة جديدة الفارس تعلن بدء إجراء الاستلام بمشروع جنوب عبدالله المبارك بداية أكتوبر المقبل الجنسية ووثائق السفر توضيف تسجيل الموليد الجدد في جميع مراكز الهوية الوطنية في الوقت الحالي هذا الجهاز خذوا وكالته نيوزيلندا وأستراليا قاعد يستخدمونه الآن في البلديات لصيانة البمب الغاطس عندهم اللي هو يسمونه اللفتينج ستيشن براءة اختراع عالمية لجهاز كويتي لرفع المضخات من الآبار العميقة بطريقة آمنة المركز الإسلامي في روما عن دور الكويت الإنساني محروسة بأيديها البيضاء رسميا ترامب مرشح الحزب الجمهوري في السباق الرئاسي لسدة البيت الأبيض تصاعد مؤشر حالات التعافي من كوفيد-19 في زيادة شملت أيضا أعداد الإصابة اليومية بالمرض لإتظل المعدلات في ارتفاع يشهد تقاربا نسبيا بين الشفاء والإصابات الجديدة حيث أعلنت وزارة الصحة شفاء 798 حالة من كوفيد-19 ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 75.320 حالة كما أعلنت الصحة تسجيل 633 إصابة جديدة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 83.578 حالة في حين تم تسجيل ثلاث حالات وفاة إصابتها بالمرض لأصبح مجموعة حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 525 حالة أعلنت وزيرة الأشعال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان رانال فارس تسكيل المؤسسة العامة للرعاية السكنية للجنة الاستلام لمشروع منطقة جنوب عبدالله المبارك الإسكاني بتاريخ السادس من أكتوبر المقبل تمهيدا لبدء الإجراءات في الاستلام الفعلي للمواطنين في هذا المشروع قالت الفارس أن تشكيل هذه اللجنة يعد تمهيدا لتوزيع شهادة لمن يهمه الأمر للمواطنين الذين لديهم تخصيص في منطقة جنوب عبدالله المبارك مبينة أن عدد القسائم السكنية المتاحة للتسليم للمواطنين ستكون 3260 قسيمة سكنية في المشروع أوضح ديوان الخدمة المدنية أن تشجيل الكويتين الحاصلين على المهلات الطبية يكون عن طريق البريد الإلكتروني قالت ديوان أن إنجاز الطلب يستقرق يومي عمل أثناء ساعات العمل الرسمية ودعا ديوان المواطنين الرغبين في التسجيل إلى أرفاق صورة البطاقة المدنية والمؤهل الدراسي وكشف الدرجات ومعادلة المؤهل مع تجزيل رقم الهاتف من جهة ثانية قال المكتب الثقافي الكويتي في القاهرة أن دبلوم التمريض غير معادل ولا يؤهل للدراسة في الجامعات المصرية وقال مصدر في المكتب أن هناك عدد من المؤهلات غير المعادلة ولا تؤهل للدراسة في جامعات مصر وسيتم الإعلان عنها قريبا لتكون دليلا للطالب لدى التقدم للدراسة في جامعات مصر وأضاف أن باب المكتب مفتوح للرد على استفسارات الطلبة في أي وقت في موضوع آخر أضافت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر خدمة جديدة خاصة بتجزيل المواليد حديثي الولادة لمن لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة أشهر في جميع المراكز الهوية الوطنية في المحافظات الست وذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني أن الخدمات السابقة ما زالت مستمرة كاستخراج الجنسية لمن بلغ الثامنة عشرة واستخراج جواز السفر ونبهت إلى أن هذه الخدمة سوف تنطلق يوم الأحد المقبل في ظل الالتزام بالإجراءات الصحية واللقائية المتبعة وأضافت أن الخدمة الجديدة تأتي في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها وزارة الداخلية لتطوير الخدمات والتسهيل على المواطنين والعمل على راحتهم وأنجاز معاملاتهم بكل سهولة ويسر صمم الشاب الكويتي فهد البعيجاني جهازا يساعد في رفع مضخات المياه من الآبار العميقة بطريقة آمنة يساعد العمال في إخراج المضخة وعمل صيانة لازمة دون تعب وقد حصل البعيجاني على براءة الاختراع عن جهازه من جهات عالمية وقامت دول أوروبية باستخدام الجهاز في عمليات الصيانة نتعرف على جهاز الرافع الآمن في تقرير خالد الفارس فكرة جهاز ميكانيكي جديد جهاز رفع مصمم وفق أعلى المعايير العالمية يتناسب مع أي جسم يحتاج للرفع مثل مضخات المياه أو غيرها حال وجودها في الآبار العميقة الرافع الآمن أو السيفليفتر هو جهاز رفع مصمم بتقنية وجودة عالية استغرق العمل على تجهيزه سنوات على يد المخترع الكويتي فهد البعيجاني البعيجاني استوحى فكرة تصميم الجهاز خلال وجوده في إحدى الدول الأوروبية بعد مشاهدة عمال يقومون بصيانة إحدى مضخات مياه الصرف الصحي ويواجهون صعوبة في رفعها السيفليفتر بداية الموضوع كانت فكرة ياتني عابرة حقيقة شفت مجموعة عمال في دولة أوروبية منطقة أوروبية كانوا يعانون في صيانة حفرة قبل لا أعرف مسماها واللي هو الليفتنج ستيشن في صيانة البنب الغاطس شنو البنب الغاطس ما هو صيانة الليفتنج ستيشن هو باختصار تكرمون المجاري اللي تطلع من البيت تروح حق البنية التحتية قبل لا تروح تروح حق قاع بئر في مضخات تنتين يسمونهم البنب الغاطس اللي هو المضخة الغاطسة يسولها صيانة بين فترة وفترة يسحبونها بالسلاسل ولكن السلاسل لأنها تكون في مكان مليان بالكيماويات ومياه في وقت مستمر يصير فيها صدق فلما يسولون صيانة حق هذا البنب تنقطع السلسلة ويطح البنب في قاع البئر فاكتشفت حسيت أن فيه طريقة ممكن تكون أفضل من ذلك في الصيانة السيف لفتر باختصار هو جهاز رافع مصنع مليستين ستيل 431 وهي أعلى جودة وهي نفس الجودة اللي يصنع فيها البنب نفس الغاطس وعبارة عن قطعتين هو اللي هو اللينك الوصلة والسيف لفتر نفسه الوصلة تستبدل اليد مالة المضخة في اللينك اللي صممته على حسب موديل المضخة والسيف لفتر نفسه ينزل في قاع الماء حتى مو من الضروري أنك أنت تشوف قاع الماء لأنه أغلبية الماء غامج فينزل السيف لفتر ويمسك اللينك ويرفعه ويسهل عليك الصيانة البنب فهذا كان الهدف الأساسي بعد ممارسة طويلة بعد تصاميم عديدة بعد فشل كثير توصلت حق هذا التصميم وحمد الله نجحت فيه والحقيقة اللي ساعدني فيها الموضوع وجلب براءة الاختراع مركز صباح الأحمد للموهبة الإبداع وبعد ست سنوات من العمل الدؤوب حصل الشاب الكويتي فهد لبعيجاني على براءة الاختراع عن الجهاز من المملكة المتحدة وقد بدأت بعض الدول الأوروبية بالاستفادة فعلا من الجهاز في الوقت الحالي هذا الجهاز خذوا وكالته نيوزيلندا وأستراليا قاعد يستخدمونه الآن في البلديات لصيانة البنب الغاطس عندهم اللي هو يسمونه لفتنج ستيشن محطة الرفع والحمد لله لبشارة أن الشهر اللي طاف خذوا وكالة بالسويد ويبقوا نسوونه في الدول السكندنافية اللي هو النرويج والدنمارك والفنلندا والسويد بالكويت للأسف ما أنا عارف أتواصل مع من أو أروح لمن ويبقى واقع الاختراعات في الكويت مليء بالاجتهادات من قبل الشباب الطموح والرئيس المركز الإسلامي في روما الدكتور عبدالله رضوان أن الكويت محروسة بأيادها البيضاء الممتدة في أنحاء المعمورة ومساهماتها الخيرية والإنسانية مضيفا أن الكويت أو للكويت دور رائد يعتز به مسلم إيطاليا ووفقا لبيان لسفارة الكويتية لدى إيطاليا شكر رئيس المركز الإسلامي سفير الكويت لدى الجمهورية الإيطالية الشيخ عزام الصباح على زيارته للمركز مثمنا دعم الكويت المتميز غير المنقطع منذ مساهمتها المبكرة في إنشاء هذا الصرح الإسلامي من جهته قال الشيخ عزام الصباح أن الكويت تحرص على نشر مفهوم الوساطية في الدين الإسلامي المتسامح والتعايش بين الأديان والانفتاح على حوار الحضارات إلى أخبارنا العربية والدولية حيث جدد جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه لعدة مواقع بقطاع غزة فجر اليوم ما أدى إلى حدوث أضرار مادية دون وقوع إصابات وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن طائرات حربية إسرائيلية قصفت بثلاث صواريخ موقعا غرب مدينة غزة ما أدى إلى تدميره واشتعال النيران فيه وإلحاق أضرار بالممتلكات الخاصة بالمواطنين وأضافت أن طائرة إسرائيلية قصفت موقعا آخر غرب مدينة النصيرات وسط قطاع غزة بصاروخين فيما شاركت المدفعية الإسرائيلية على الحدود الشرقية بالهجمات على المواقع بإطلاق ثلاث قذائف نحو أحد الأراضي شرق مدينة غزة أعلن وزير الخارجي الأمريكي مايك بومبيو أن الولايات المتحدة ستعيد فرض العقوبات على إيران اعتبارا من 20 سبتمبر المقبل وفي سلسلة تغريدات على موقع تويتر حذر بومبيو من أن بلاده ستعرض أي قرار سيقدم في مجلس الأمن الدولي لمواصلة تخفيف العقوبات على إيران وفي تغريدة أخرى قال بومبيو أن الولايات المتحدة أطلقت الأسبوع الماضي عملية مدتها 30 يوما لعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران بعدما أخفق مجلس الأمن في دعم مهمته بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين على حد تعبيره أعلن الرئيس الأمريكي دولاند ترامب رسبيا قبوله ترشيح الحزب الجمهوري له للانتخابات الرئاسية المقبلة والتي سيواجه فيها المرشح الديمقراطي نائب الرئيس السابق جو بايدن جاء ذلك خلال خطاب ترامب في ختام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري الذي استمر أربعة أيام وتحدثت خلاله شخصيات بارزة وأجريت أغلب فقرات المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري عن بعد وذلك بعد أن قرر الحزب تقليص أعمال المؤتمر نتيجة الظروف الناجمة عن فيروس كورونا حذر مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل تركيا من احتمال فرض عقوبات جديدة عليها تشمل تدابير اقتصادية واسعة نطاق ما لم يتم تحقيق تقدم باتجاه خفض منسوب التوتر مع اليونان وقبرص في شرق المتوسط وقال بوريل أن وزراء خارجية التكتل المجتمعين في برلين اتفقوا على أنه في غياب التقدم من جانب تركيا قد نضع قائمة بمزيد من الإجراءات خلال قمة في بروكسل ومن المقرر عقدها في الرابع والعشرين من سبتمبر المقبل من جانب آخر حظ بوريل موسكو على عدم التدخل في بيلاروس بعدما تعهد الرئيس الروسي فلادامير بوتين بتقديم دعم عسكري لرئيسها موسيقى تتابعونا في الصفحة الاقتصادية بعد فاصل قصير خاموا الكويت وعاودوا الهبوط اهلا بكم انخفض سعر برميل النفط الكويتي ثمانية سنتات ليبلغ ستة واربعين دولارا واربعة سنتات في تداولات يوم أمس مقابل ستة واربعين دولارا واثني عشر سنتا افقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية وفي الأسواق العالمية انخفضت العقود الأجلة لخام برينتا خمسة وخمسين سنتا يتحدد سعر تسوية عند خمسة واربعين دولارا وتسعة سنتات للبرميل في حين نزلت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيطة خمسة وثلاثين سنتا لتسجل ثلاثة واربعين دولارا واربعة سنتات التفاصيل في صفحتنا الرياضية بعد هذا الفاصل كاذما يطلب تأجيل لقائه أمام القادسية بسبب كورونا أهلا بكم طلب نادي كاذما الرياضي الاتحاد الكويتي لكرة القدم تأجيل لقاء فريقه أمام القادسية في الجولة القادمة من دور فيفا لكرة القدم وذلك بسبب إصابة عدد من لاعب القادسية بفاروس كورونا وأضاف كاذما من خلال الكتاب المرسل إلى الاتحاد أن سلامة اللاعبين هي من أولويات الأندية الرياضية ولحماية الجميع من انتشار الفيروس بين اللاعبين قال يورغين كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي لكرة القدم أنه يود أن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي ضمن صفوف فريقه لكنه أضاف أنه ليس هناك احتمال لانضمام ميسي إلى ليفربول بطل الدور الإنجليزي الممتاز تشهد أندية الدور الإنجليزي الممتاز حالة تأهب قصوى بعد أن أبلغ ميسي نادي برشلون الإسباني قبل أيام برغبته في الرحيل عن الفريق يبدو مانشستر سيتي أقرب المرشحين لإضم ميسي قالت روسيا يوري جانوس رئيس الوكالة الروسية لمكافحة البنشطات من منصبه في خطوة ربما تؤدي إلى مزيد من توتر العلاقات بين البلاد والهيئات الرياضية العالمية ويأتي قرار الطرد بعد اتهام اللجنة الأولمبية الروسية لجانوس بالمسؤولية عن تجاوزات مالية خطيرة بينما ينفي المسؤول المقال التهم المواجهة إليها وقبل ختام نشرتنا لهذا اليوم نذكركم بإمكانية متابعتنا عبر موقع تويتر الراي ميديا جروب ومشاهدة جميع نشراتنا وبرامجنا عبر قناتنا على اليوتيوب والرأي توب يا أمان الله اشتركوا في القناة